محسن اول حاجة غسلت الرز استخدمت الرز عن بر غسلت اكتر من مرة بعد ان نقعته بماء مغلي و هنا عندي زيت عشان بقلي فيه السمك يعني ربع كوب زيت و هنا عندي سمك ثمد عملت له بسباسة عدني و عملت له فلفل اسود وملح و رشة كاري اذا ما فيش كاري خلاص فلفل اسود ملح يكفي والان كده تمام اخلطوه تمام و نبدأ نقلي زي اي سمك بتقلو اللي معاكم متوفر السمك استخدموه الحاصل اللي متوفر معاكم بالبيت هنا قليت السمك رجم تقلوه يعني خلاص تخلوه ينضق تمام و هنا عندي بطاطا قطعوه بشكل سميك شوية ما تخلوهاش رفيع بحط لب صبغات الرز و كمان شوية رشة زنقبيل هي كانت بس تعملي صبغة بصراحة و رشة من الكاري بعدين هنا السمك اقلبوه الجهة الثانية زي ما تحمروه اي سمك يكون الزيت حقوه حار بعدين اللي بتحطوه السمك خلوه النار وسط عرفتوه و خلاص حمروه من الجهتين كملوه اذا معاكم كمية اكبر كملوه كل قلاية السمك تمام الان شوفوه رفعت السمك بشوفوه هادي اللي باقي في القدر نفسه او في الدست انتبهوا يحرق عليكم لانه اللي بيعطي الطعم هنا خلاص بحط البطاطا بعطيليه بس نص قلية يعني شوفو بقليها نص قلية عرفتوه بخليه بقيلي شوي و تستويه بس ما بخليش يعني كامل تستوي بعد كده حست انه البطاطا كده بقيلي شوي و تستويه رفعته من النار و بديت احط البصل اضيف البصل الشرايح شوفوه هذا البني اللي في القدر هو اللي يعطي الطعم الحلو للصيادية الان قبوه شرايح بصل و حطوها كده و قلبوها البصل السوائل حقه هي بتسحب هذا اللي باقي من اللي حانب كده لاسق بالقدر اسفل القدر او اسفل الدست عرفتوه شوفو كيف اقلبوه هي تخرج معا هذا اللي يعطي للصيادية طعم حلو طبعا لازم يكون شحارق يعني انتم تشتغلوا على نار هادئ الان بس لازم كله يخرج الان عندي خمس فسوس ثوم و عندي قرنفل و شوية هيل و ملح خلاص دقونا مع بعض عشان نحط نضيفه على البصل هنا بعد ما تحمر البصل كده تشقر و خد اللون كامل بضيف ملعقة صغيرة مليانة صلصة طماطم و كده حركوه لازم صلصة الطماطم تتكشن لازم مش كده بس تحطوه لا لازم تكشنوها والان اضيف الثوم اللي دقينا اول او هرسنا كده قلبوه تمام الان شفتو تتبيلة السمك اللي كان في بس صحن تتبيلة اخد شوية ما اروشتو كده ما و ضفته حرام يعني و ضفت ملعقة كبيرة من البسباس العدني او الفلفل العدني وهذا البطاطا رقعتو لانه مش مستوي كامل قلبوه كده تمام الان منضيف بهارات شركة مطحونة يقولولي بس نحنا يعني بهارات السبع المطحونة و بضيف رشة من الكاري و رشة من الكزبرة و قلبه كمان تمام تمام شوفوا الان هي البعض يعني البعض يضيف طماطم لكن هي ما كاناش تضيف طماطم قلتنا كانت تضيف ماء و دايما تقول يهودو كوني قلبي كانت تخليني دايما اني اللي اقلب هي تضيف و اني كنت اللي اقلب فخلص يعني في بالي كل شيء اضفت الملح طبعا الملح بالرغبة ان اضفت ملعقة صغيرة ممسوحة و كمان رشة من الفلفل و خليتو اللي نتسبك تمام او لما البطاطا تستوي تماما شوفوا والصوص يكون ناشف الان برجع السمك اللي قليته تمام رقعو كم حبه سمك اللي تشتوه تشتوه باقي يتخلوه كم حبه مقليه على قنب و هنا يكون اني ولعت فحمه عشان ببخره تمام الان خلص كده تسبك معي السمك اخد الصوص الان ببخره عادي بفحمه و اضيف عليها زيت و اغطيه يعني هذا اللي يعطي الطعم للصيادية اني عدنية يعني الصيادية العدنية غير اي صيادية في صراحة كده ليه طعم غير هنا عندي ماء حار و عندي كمان قرفة و قرنفل وهيل و فلفل اخليه يغليه تمام و بعدين اضيف الرز اللي نقعته و خليه على نار عالية و طبعا الماء لازم يكون يعني مرتفع عنه ليش و القدر كبير عشان تتوسع حبات الرز و تطول مش تقبلها قدر صغير و الماء قليل لا ما بتتوسعش ما بتطولش حبات الرز و هنا ما شاء الله شوفوا بعد ما فتحت كده ما شاء الله لو شفتوا الريحة كيف نفسي الريحة توصل لكم طبعا بتقولوا هده زيت الكشناء ايوه زيت في بيه ربع كوب زيت انا ما نزلتش الزيت الان شوفوا بطلع الزيت لانو الزيت طلع فوق شوفوا باخده لازم باخده كل الزيت اللي طلع فوق حتى ببعد من تحت السمك وباخد بعد ما خدت الزيت بضيف الرز اللي سلقته طبعا الان الرز كيف تعرفونه مظبوط خلاص بقولوا عشر دقايق وبينضق يعني خلاص طفوا عليه صفوا هنا حطت طبقات الرز كامل والان ايش منسوي ضيف الزيت اللي طلعته عشان مطلع شناشة في الرز ضيفو الزيت اللي طلعته والان تعالوا نعمل له المكياج المكياج اللي هو الالوان عندي لون الاصفل والبرتقالي والاخضر شوفوا اذا البيت عندكم ما يشوفش ما شاء الله بيتقوي النظر واذا قدوا عيونهم ما شاء الله عليها لا عدت تزودوش الوان خلاص شوفوني اللهم بلغت اللهم فاشهد بعدين تقولولي هده زودتي النظر حقهم فانتم خلاص لا عدتعملوش الوان اذا ما تشتوش تمام الان بحط تحته حديدة انتم حطوا اي شي حتى غطا معدن حقا قصعة اللبن او علبة اللبن وكمروا عشرين دقيقة على نار هادئة وما شاء الله بعد عشرين دقيقة ايش فتحت ايش اقول لكم الريحة ايش الحلوة زواجي يعني يقول لي ايش هذا ما هو كيف كيف على الاكل يحب دي الاكلة كتير كتير يعني ليه طعم وميزة كده عن باقي الكبسات والاكلات مش عارفة ليش واكيد اللي دايما يعمل الصيادية العدنية عارفوا اكيد الان اني ارويكم المصدقية وانه الرز حبه بحبه شوفوا بس ما شاء الله قمال الرز والالوان يفتح النفس وانا ميفتحش النفس طبعا زواجي ما يقدرش انا حطت لكم الصوت اساسا ما قفلتوش يعني اسمعوا بس كيف الحوار وكيف لما اقايق لبس وكيف هو هو اساسا اول ما يبدأ يعطي العافية والصحة اول ما يبدأ يساعدني بتشوفوا انه هو يساعد يساعد من هنا ويأكل من هنا شوفوا اخلاص اخذ القدر هو اخذ الديست وهرب يعني تمام لكن استضنا انه ما فيبوش رز مسكين الان هو يأكلها انتم سمعتو اول الفيديو كيف جدا لذيذة والله ما انا اكلمتكم اشتقت للصيادية العدنية وخورته كتير طبعا كيف تتغرف الصيادية العدنية ليه طريقة في التغريف ياخدوا شوية رز من الملوان كده ويحطوا فوقه كده يرشوا عليها كده الصيادية تتقدم العدنية الزربيان له طريقة بالتقديم وصيادية العدنية له طريقة في التقديم يحطوا كده الروز كامل بعدين يشلوا كده الالوان من فوق نفس كده شايفين كيف ها شايفين كيف انان الصراحة اني ما عاد عرفتش اصور اسمعوا بس سمعتو ما عاد عرفتش اصور في دلوقت اني مصدومة جدا عادني ما عملت ليش فوتا سيشن يعني ما عرفتش اصور الله يعطيه الصحة والعافية هو قوعان ويشتي الأكل وخلاص شوفوا بس كيف بالعافية عليه الصحة ريته صحة وهنا شفتوا كيف بسات بسات عدي في البيت بالعافية عليه طبعا قلت لكم انه ترش الروز زي كده في فوقه طبعا انا حطت زي انتو بشرائح البصل والليمون يقدموا مع الليمون الحامض كمان نحنا نقدم معاه الشتني الأخضر نحنا في عدن في طريقة للشتني الأخضر نعمله حلو جدا ان شاء الله بسوي لكم وكمان مع عروق فلفل أخضر انا قدمته مع العشار الأخضر والبسباس الأخضر والعشار الأحمر وكمان اذا معاكم شتني يا السلام الشتني العدني ورهيب ان شاء الله بعمله معاكم وشوفوا ما شاء الله كيف البطاطة تنهرس هرس وكمان السمك وطعم التبخيرة حق الصيادية شي فخم ايش حاجة روعة غير تماما عن الزربيان الصيادية العدنية غير عن الزربيان يعني وهذه صيادية اصلية ابن عن قد هذه الصيادية العدنية روعة وكل بيت له طريقة فيها لكن اذا شتوا صيادية عدنية قربوا هذه الطريقة بالعافية ليو لكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة تفعيل قرس الاشعارات ولايكوا كومنتس حلو منكم ولا تنسوش ابن انكم تشاركوا الفيديو مع صحاب الزغط وصحاب الحافة